وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي بأهمية تكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل المختلفة بمقرات الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة وأشار مدولي خلال هذا الاجتماع إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد مؤخرا لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة ولإطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه وهذا وقد كلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع أو بنظام التمليك لمن يرغب لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح أكد رئيس الوزراء أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين ومئة وأربعين ألف طن توريد أكثر من مليونين ومئة وأربعين ألف طن